السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل شرح فصل التنشئة الاجتماعية للمرحلة الثانية نستكمل محاضرة المؤسسات والوكالات المؤثرة في عملية التنشئة وذكرنا سابقا بأن أولى هذه المؤسسات أو الوكالات أو العوام المؤثرة في عملية التنشئة هو الثقافة ومن ثم شرحنا الأسرة وجماعة الأقران والمدرسة ووصولا إلى جماعة اللعب من ضمن جماعة الأقران والآن سوف نتناول وسائل الإعلام محاضرة رقم واحد تؤثر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وسينما وصحف ومجلات وكتب وإعلانات إلى آخره بما تنشره وما تقدمه من معلومات وحقائق وأخبار ووقاء وأفكار وآراء لتحيط الناس علما بموضوعات معينة من السلوك مع إتاحة فرصة الترويج لمنتجات معينة ومن أهم خصائص وسائل الإعلام التي تبرز أثرها بعملية التنشئة الاجتماعية إنها غير شخصية وإنها تعكس جوانب متنوعة من الثقافة وإن أثرها يزداد طفن وأهمية في المجتمع الحديث وأما عن أثر وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية فيتلخص في النواحي التالية تنشر معلومات متنوعة في كافة المجالات تناسب كل الأعمار إشباع الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى المعلومات والتسلية والترقية والأخبار والمعارف والثقافة العامة ودعم الاتجاهات النفسية وتعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها والتوافق والتوافق مع المواقف الجديدة تيسير التأثير بالسلوك الاجتماعي في الثقافات الأخرى بما تقدمه من أفلام وغيرها هذا هو توقف تأثير وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية على ما يلي نوع وسيلة الإعلام للفرد ردود فعل الفرد لما يتعرض له من وسائل الإعلام حسب أمره خصائص الفرد الشخصية ومدى ما يحققه من إشباع لحاجاته جرج التأثير الفرد بما يتعرض له من وسائل الإعلام الإدراك الانتقائي حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمستوى الثقافي الذي ينتمي إليه الفرد ومدى توفر المجال الاجتماعي الذي يجرب فيه الفرد ما تعلمه من معايير ومواقف وعلاقات اجتماعية وما تقمصه من شخصيات أما عن الأساليب النفسية الاجتماعية التي تتبعها وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية فهي كمايل التكرار وتأثيره في عملية التعلم وتيسير عملية الاستيعاب الجاذبية وتنوع ساليب الجذب وزيادة التقدم التكنولوجي الدعوة إلى المشاركة الفعلية وابداء الرأي ومنح الجوائز وذكر الأسماء ونشر الصور إلى آخره أرض النماذج الشخصية والأدوار الاجتماعية حتى يحذو الأفراد حذوها ويقلدوها أما الوكالة أو المؤسسة الأخرى التي تؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية فهي دور العبادة إذ تقوم دور العبادة بدور كبير في عملية التنشئة الاجتماعية فيتلخص فيها مايل تعليم الفرد والجماعة تعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم السلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع امداد الفرد بإطار سلوكي معياري مبارك تنمية الضمير عند الفرد والجماعة الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية السامية إلى سلوك عملي توحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية أما الأساليب النفسية والاجتماعية التي تتبعها دور العبادة في عملية التنشئة الاجتماعية استكمالا لما سبق هو الترغيب والترغيب والدعوة للسلوك السوي في الثواب والابتعاد عن السلوك المنحرف تجنبا للعقاب التكرار والاقتناء والدعوة إلى المشاركة الجماعية والممارسة ترجمة نانسي قنقر